قياسي بلغته روسيا من حيث حجم العقوبات الغربية المفروضة عليها مقارنة ببقية الخصوم لتتجاوز إيران وسوريا وكوريا الشمالية فالدولة التي تعتبر أكبر دول العالم مساحة وثانية أكبر قوة عسكرية تخضع لأكثر من 16 ألف عقوبة إذ تصدرت وعشة قائمة الدول الأكثر فرضا للعقوبات بـ 3585 عقوبة تليها كندا وسويسرا أما الاتحاد الأوروبي فقد فرض 1785 عقوبة ورغم حجم العقوبات الغربية لا يزال الاتصاد الروسي يحقق نموا حيث نمى الناتج المحلي لجمالي العام الماضي بنحو 3% وذلك بعد الانكماش بنحو 2.1% عام 2022 وفق صندوق النقد الدولي ورغم انكماش اقتصاد روسيا في البداية إلا أن البلاد تعافت ويتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.6% هذا العام مع تراجع قيمة العملة 12% أمام الدولار وفق بلومبرغ التي أشارت إلى أن قيمته وصلت إلى 94 روبل مقابل الدولار الواحد البنك المركزي الروسي أعلن تراجع الاحتياط من النقد الأجنبي 62.800.000.000 دولار بعد عامين من الحرب حيث كان يبلغ 643.200.000.000 دولار في الثامن عشر من فبراير عام 2022 كما أشار البنك المركزي الروسي إلى أن الصادرات انخفضت بمقدار 169 مليار دولار لتصل إلى 423 مليار دولار في وقت ارتفعت الواردات إلى 304 مليار دولار ينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب سيد جون هيرست السفير الأمريكي السابق ومدير مركز أوراسيا تابع للمجلس الأطلسي أهلا بك ومن موسكو سيد قسنطين بلوخين الخبير في مركز دراسات الأمنية في أكاديمية العلوم الروسية أهلا بكما سيد جون أبدأ معك وتحديدا من تصريحات الرئيس الأوكراني فولدمر زيلنسكي الذي يقول أنه كيف تعمل على خطة للسلام وأنه سيتم تقديم هذه الخطة إلى روسيا في الربيع القادم ماذا نقرأ في هذا التصريح؟ هل نقرأ توجهات أوكرانية جديدة مختلفة لهذا الصراع الذي دخل عامه الثالث؟ هل يمكن أن نقول أن أوكرانيا الآن تنظر إلى هذا الصراع بطريقة أكثر واقعية بعد أن كان الحديث قبل هذا التصريح عن حسم الصراع عسكريا؟ أعتقد أن أوكرانيا تتصرف بواقعية منذ بداية العدوان الروسي الذي بدأ منذ عشر سنوات وليس فقط منذ السنتين الأخيرتين فروسيا احتلت شبه جزيرة القرم وبعد ذلك الدومبس وسيكون جيدا لو سلمت موسكو جرائم أو مجرمي الحرب الذين قاموا بالتعذيب والعنف والاغتصاب بحق الأوكرانيين ولكن نحن نعرف أن أوكرانيا حاولت أكثر من مرة العمل على خطة سلام والرئيس زيلنسكي التقى بكافة قادة الدول والآن يتحدثون عن هذه المبادرة الجديدة والخطة هي بانسحاب روسيا من الأراضي التي احتلتها بشكل غير مشروع سيد قسنتين حتى الآن لا معلومات عن خطة السلام التي يتحدث عنها زيلنسكي لكن أعود إلى مقابلة بوتين مع الإعلام الأمريكي الشهير تاكر كارلسون قبل أسابيع قال فيها أن روسيا كانت وما زالت منفتحة على الحوار مع الغرب والسلام في أوكرانيا لكن أوكرانيا ترفض هذا المسار هذا زيلنسكي الآن يتحدث عن خطة للسلام وعن أنه سيقدم هذا المسار لروسيا قريبا ربما في الربيع هل سيكون بوتين مستعدا للنظر فيه باعتقادك؟ نعم روسيا كانت كما قلتم تمحق مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا والحوار معها ولكن بنعلى على أي شروط لأنه قبل ذلك زيلنسكي وقادة الغرب كانوا مستعدين للمفاوضات بشروط غير مقبولة بالنسبة لروسيا وهي إعادة شبه جزيرة القرن والانسحاب من دونباس وهذا غير مقبول بالنسبة لروسيا ولذلك أن هدف العملية العسكرية الخاصة لروسيا هي نزع شلاح أوكرانيا وتخلص من النزعة القومية النازية والعدل لسكان دونباس لكن الغرب لا يسمح اليوم لأوكرانيا أن تجلس إلى طاوة المفاوضات مع روسيا لأن أوكرانيا لم تعد مستقلة وأصبحت أداة ضغط في يد الغرب لبمرسة الضغوط على روسيا ولكن روسيا كانت قد وقعت اتفاقية مينسك مع أوكرانيا وكانت تأمل روسيا بأن يتم الالتزام ببنود اتفاقية مينسك من قبل أوكرانيا لكن الغرب أوكرانيا خدعوا روسيا ولقد أعلن رئيسنا عن ذلك مرارة وكذلك أنجيلا ميركل قالت بتفسها أنها تم توقيع على هذه الاتفاقية من أجل تسليح أوكرانيا وكذلك وزير خارجية أوكرانيا سيد قليب قال بشكل صريح أن أوكرانيا ليست مستعدة لدعم اتفاقية مينسك لذلك روسيا فعلت كل ما بوسعها من أجل انجاح هذه الاتفاقية وحل المشكلة الأوكرانية بالطرق السلمية ولكنهم لم يتركوا لنا أي خيار آخر عندما بدأ الناتو يتوسع ويخطط لضم أوكرانيا إلى حلف الناتو وبالتالي هذا أصبح تجاوز للخطر إسمح لي أن أعود بالسؤال لسيد جون سيد جون مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أيضا توقع حسم نتيجة الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب ودعا أيضا الأوروبيين إلى نهج أكثر مرونة تجاه الصراع هذا التصريح يحمل الكثير من الدلالات ولكنه يتزامن مع عرض زيلنسكي أو إعلانه أنه سيعرض خطة للسلام على موسكو بغض نظر إذا كانت هذه الخطة وفقا لشروط أوكرانيا أو هي منفتحة على مناقشة نقاط الخلاف بما فيها الانسحاب من دونباس أو إعادة شبه جزيرة القرم أو لا ولكن هل نقرأ في هذه التصريحات اعتراف ربما أوروبي وأوكراني وحتى من الولايات المتحدة بأن أوكرانيا غير قادرة على حسم هذا الصراع عسكريا وأنه حان الوقت لحل هذا الصراع عبر الحوار من الجدير الإشارة إلى أنه لو أن الولايات المتحدة ولكن أيضا ألمانيا أرسلت إلى أوكرانيا كل الأسلحة التي هي بحاجة إليها لكان الهجوم السنة الماضية الهجوم البري ناجحا أو لكان قد نجحا هذه ما زالت احتمالية موجودة ولكن أنت محقة إذا لم نعطي أوكرانيا الأسلحة التي هي بحاجة إليها فلن تستطيع الحسم عسكريا على الرغم من أننا رأينا كيف أن أوكرانيا حققت نجاحات في البحر حيث أبعدت الأسطول الروسي من البحر الأسود وغيرها أيضا من المناطق على الأرض من ناحية البحرية فقط ولكن أيضا يجب أن نذكر أن الرئيس الروسي قال أن أوديسا وكييف هي مدن روسية في الواقع وبالتالي نوايا موسكو لن تكتفي فقط بوضع اليد على الدومباس أو على شبه جزيرة القرم بل روسيا تريد الذهاب أبعد من ذلك بكثير ومرة أخرى يجب أن نلحظ جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا لذلك الرئيس بوتين اليوم قد تمت إدانته من قبل المحكمة الدولية لذلك لم يستطع السفر إلى جنوب أفريقيا السنة الماضية سيد قسنتين كيف يجب أن ينتهي هذا الصراع من وجهة نظر بوتين ما هي الشروط الأساسية؟ هل باستسلام أوكرانيا لرغبات موسكو؟ هل بالتخلي عن دومباس؟ هل بالتخلي عن عضوية النيتو؟ هل بالتنحي زيلنسكي؟ ما الذي يقبل به بوتين؟ وما الذي لا يقبل به؟ هذا سؤال وجيه بالطبع هذا النزاع لن ينتهي في عام 2024 بحسب اعتقادي والعملية العسكرية الخاصة سوف تستمر لعامين إلى أن تتحقق الأهداف الأساسية والأهداف الأساسية الروسية هي التالي تغيير النظام الإجرامي الحاكم في كيف لأن هذا النظام معادي لروسيا وتعيين أو إيصال للسلطة موالية لروسيا وثانيا لا يجب أن تكون أوكرانيا عضوا في حلف النيتو وإن كان لابد أن تكون عضوا في حلف النيتو فنحن بحاجة إلى ضمانات بأن حلف النيتو لن ينشر قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية تقول لي سيد خسنتين أن موسكو ستحقق هذه الأهداف بالقوة؟ بلا شك بلا شك لأن المفاوضات من غير المرجح عن تحل هذه المشكلة وخير مثال على ذلك اتفاقية مينسك على مدار ثماني سنوات وروسيا تأمل أن يتم حل النزاع الأوكراني بواسطة المفاوضات ولكن لم يتحقق ذلك وبالتالي بقي فقط الحل العسكري ولذلك كانت عملية العسكرية الخاصة رد فعل على تصرفات الغرب في أوكرانيا ووضحا جدا أن الضمانات لأمن روسيا يجب أن لا تثبت فقط على الأوراق وإنما بتغيير الصورة الجيوسيا من هذه النقطة أسمح لي أن أعود بالسؤال لسيد جون من الذي ذكرته سيد جون في ظل عدم قدرة الغرب بشكل عام على رأسي الولايات المتحدة اليوم على تقديم الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا للحسم العسكري هل ستضطر الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاقيات مينسك ولدفع الحلفاء الأوروبيين للتنازل مثلا عن مطلب أو عن دعم أوكرانيا في عضوية النيتو هل ستضطر إلى مجارات موسكو في تحقيق أحد أهدافها على الأقل عودة إلى اتفاقيات مينسك أو تسوية سياسية ما كان بوتين أيضا تحدث فيها خلال مقابلاته مع تاكر كارلسون أنه كانت على وشك الحدوث قبل أحداث ميدان وكما يصفه الانقلاب في أوكرانيا كان هناك تسوية ستتم لكن تراجعت عنها الولايات المتحدة هل ستضطر الولايات المتحدة إلى العودة إلى هذا المسار من أجل إنهاء هذا الصراع أعتقد أنه على المشاهدين أن يعرفوا بشكل واضح جدا أن السيد بوتين هو مجرم حرب ولا يمكنه أن يفرد الشروط وهذا بحكم من المحكمة الدولية وبالتالي بعد هذا الغزو لأوكرانيا بدأت مفاوضات معينة ولكنها انتهت بالمجزرة التي ارتكبتها روسيا في بوتشا وكانت مجزرة وجريمة حرب واضحة زميلي في موسكو يتحدث عن اتفاقية مينسك وهي فردت على أوكرانيا فرضا بالقوة العسكرية وهي لا تأخذ بعين الاعتبار كون أن روسيا اختطفت عشرين ألف أوكراني وهي جريمة حرب بحد ذاتها ويجب على المشاهدين أن يعرفوا أيضا أنه عندما تحتل موسكو أوكرانيا أو الأوكرانيون خضعوا للقتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم وهذه أمور لا يمكن أن نقبلها طبعا الولايات المتحدة كانت حذرة بإرسالها للأسلحة إلى أوكرانيا أنا أعتقد أن هذا قد يتغير وإذ ما تغير ذلك أعتقد أن الكوات الروسية الموجودة في أوكرانيا التي لم تتمكن من احتلال أوكرانيا بأسرها كما أرادت سوف تعود إلى روسيا ترجمة نانسي قنقر